موسيقى مشاهدين برحب حضراتكم معنا وحلقة جديدة وصحتك الحقيقة في دول العالم المتقدم في مجال الطب بشكل عام ظهر تقريبا مجال جديد بيسمى علاج الألم الحقيقة أن هذا المجال بدأ ينتشر في مصر لكن مش بشكل كبير من حوالي من خمس لعشر سنوات الحقيقة أنه بنشوف يوفد كده للدكاترة مكتوب عليها استشاري علاج الألم نبقاش فاهمين إحنا بنلجأ لهذا الطبيب إمتى وإيه هي المجالات اللي ممكن نلجأ له فيها النهاردة هنتكلم على علاج الألم وإهمية استشاري علاج الألم مع الاستشاري الأستاذ الدكتور جوزيف إبراهيم استشاري علاج الألم والتدخلات الدقيقة لألام العمود الفقري والمفاصل في نيوجيرسي أمريكا فاصل ونبدأ حالا خليكم معنا دكتور جوزيف إبراهيم استشاري علاج الألم والتدخلات الدقيقة لألام العمود الفقري والمفاصل بنيوجيرسي بأمريكا مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد نيوجيرسي لعلاج الألم وأمراض العمود الفقري مؤسس ورئيس مجلس إدارة مركستان جوزيف الطبي لجراحة العظام والعمود الفقري وعلاج الألم بمصر الجديدة حاصل على البرد الأمريكي في علاج الألم وأمراض العمود الفقري زميل الأكاديمية الأمريكية لعلاج الألام وعضو الجمعية الأمريكية للتدخلات الدقيقة لأمراض العمود الفقري عنوان مركز سان جوزيف الطبي 11 شارع عبدالعزيز فهمي اتجاه جسر السويس مدان هليوبلس مصر الجديدة للتواصل مع مركز سان جوزيف 0-10-60-300-904 أو 0-12-722-192-52 أو 0-2-263-481-68 أو 0-2-263-479-80 موعيد المركز من العشرة صباحاً وحتى العشرة مساءً يومياً عدا يوم الجمعة مشاهدين برحب حضراتكم معنا في صحتك الحقيقة في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم أو تخصص طبي منتشر برا مصر لكن جوى مصر وجد مؤخراً هنتكلم عن تخصص علاج الألم تفاصيل أكتر هنعرفها في فقراتنا النهاردة مع دكتور جوزيف إبراهيم استشاري علاج الألم والتدخلات الدقيقة لألام العمود الفقري والمفاصل بنيو جيرسي أهلا بيك دكتور أهلا بيك نيلسي منورنا في مصر منورك مرسي بداية علاج الألم يمكن تخصص زي ما قلت كده جديد على المشاهدين مش هارفين ده ممكن يكون بيفدنا في ايه فالنهاردة هنعرف تفاصيل أكتر لكن في البداية كده بشكل عام ايه هو علاج الألم علاج الألم ببساطة هو تخفيف الألم وإن احنا نشعر المريض أن الألم قل فيقدر يمارس حياته بصورة طبعية مش شرط أن احنا نشيل الألم ولكن تخفيف الألم لدرجة أن المريض يقدر يمارس حياته ما يبقاش فيه معوقات لحياته اليومية علاج الألم زي ما حرج تفضلتي هو موجود خارج مصر في أمريكا كركوجنايزد وتعارف عليه أنه علاج الألم متخصص جديد من حوالي 30 سنة بالنسبة لمصر تقريبا من 15 سنين أو حاجة زي كده ولسه برضو المعرفة بيه مش كثيرة مش منتشر والسبب فيها أن علاج الألم داخل على تخصصات كثيرة تخصص جراحة العزام أو العزام والمفاصل تخصص الأمراض الروماتيزمية تخصص جراحات العمود الفقري فاللي بيبقى عنده ألم في العمود الفقري أروح لاستشاري علاج ألم ولا أروح لتخصص جراحة عزام أو عمود فقري اللي عنده خشونة في الرجبة أروح لعلاج الألم الأول ورجبتي بتوجعني أول ما نقول بتوجعني يبقى أفكر في علاج الألم فطالما فيه ألم أبتدي بعلاج الألم استشاري علاج الألم الأول واستشاري لعلاج الألم بيوجهني إذا كان فيه حاجة تتعالج حاجة محتاجة تدخل جراحي بيوجهني للجراحة عزام إذا كان محتاجة تدخل جراحي عزام مناظير أو تدخل جراحي إذا كان فيه تدخل لجراحات العمود الفقري بيوجهن لها بس هو وظيفة استشاري علاج الألم وتخصص علاج الألم إنه هو بقدر الإمكان يمنع الجراحة عشان يمنع إن المريض يقعد في السرير لفترة طويلة في حاجة تبسط الناس جدا لأنه أصلاً فيه ناس بتخاف من التدخل للجراح يعني فيه ناس تتمنى إنها ما تحسش بالألم من غير ما تلجأ للجراحة فهذا شيء هايل جداً يكون فيه تخصص زي ده وأعتقد إنه هو مكمل يعني حتى لو فيه ناس عملت عمليات جراحية ده ممكن يساعدها في إن الألم تخف شوي حتى بعد العمليات الجراحية صحيح الكلام ده؟ تمام يعني هو طبعاً في الأصل زي ما بقول حضرتك إنه إحنا بقدر الإمكان بنحاول نتفادى الجراحة بكل الوسائل ولكن طبعاً فيه حالات محتاجة جراحة يعني وبرضو لازم الناس تفهم إنه مش كل حاجة بتبقى 100% طبعاً يعني فيه جراحات بتتعامل حتى لو الجراحة يعني عمل أفضل حاجة فيه نسبة إن الجراحة يبقى لسه يبقى فيه ألام بعد الجراحة لسه يبقى فيه مشكلة فطبعاً دي بيعالجها استشاري على جلالة من إمتى حضرتك رحت أمريكا؟ أنا رحت 1997 97 يعني 23 سنة كده هناك أنا عارفة إنه حضرتك كمان عندك مركز مهم وكبير كلمنا أكتر عن المركز وليه حضرتك قررت إنك تعمل هناك مركز في أمريكا في الأول؟ أنا طبعاً لما رحت كانت الطريق صعب طبعاً سهل جداً يعني طرينا نذاكر تاني ونبتدي نخش نعمل نيابة من أول وجديد ونعمل ريزدنسي اللي هي تخصص وبعدين بعد التخصص في زمالة علاج الألام لمدة يعني حوالي خمس سنين كل الكلام اللي بكلم فيه طبعاً أخدت وقت ومجهود كبير وحبيت إن أنا أبدأ يعني مركز متخصص في علاج الألام وأمراض العمود الفقري وابتدينا اللي هو معهد نيوجيرسي نيوجيرسي سباين ان بين انستيتيوت اللي هو معهد نيوجيرسي لعلاج الألام وأمراض العمود الفقري ده ابتدى من 2007 يعني بقى له 12 سنة تقريباً 13 سنة 13 سنة ونشكر ربنا يعني ليه فروع في أكتر من مدينة يعني حوالي خمس ساتيلايت أوفرس كده يعني بره الناس عندها ثقافة إنها تلجأ لاستشاري علاج الألام صح كده؟ آه تمام وطبعاً زي ما بقول برضو 30 سنة في عمر الطب أوليلا فما بالك 10 سنين في عمر الطب أو 5 سنين هنا فحتى هناك يعني برضو الدكاترة الأديمة الجيل الأديم من الدكاترة في أمريكا برضو لسه حتى الإدوكيشن بتاعهم بعلاج الألام يعني لسه شوي فهما الدكتور هو اللي بيحاول يعني طبيب البطنة أو الطبيب الأسرة يعني هو اللي بيحاول المريضة على استشاري علاج الألام بس طبعاً الناس معرفة ومتفاهمة والإدوكيشن والوعي به أكتر بكتير عقوبة للمصريين شاء الله لكن أنا بفرح جداً يا دكتور لما بيكون عندنا طبيب بالخارج متطور ودارس وبيكون عنده المركز الخاص بي أو شغله وبيفتكر بلده استعيدة قوي أن حضرتك قررت تنزل مصر وتعمل كمان مركز في مصر علشان تنشر التخصص الجديد ده في الطب اللي هو علاج الألام كلمنا أكتر عن المركز في مصر وليه حضرتك قررت أصلاً تفتح مركز في مصر هو قرار فتح مركز في مصر ده بناء على مشاعر داخلية طبع الكل يعني وأنا ما بكلمش عن نفسي بالصفة الشخصية أنا بقول الكل بيحب مصر المصريين اللي في الخارج كلهم بيحبوا مصر ويمكن نفسهم يقدموا المصر الكتير طبع فأنا كنفسي أرجع ونفسي زي ما بقول حتى أن تكون حاجة لي أرجع لها وأخدم المصريين بها فدي كانت يعني مشاعر داخلية لي ولما الظروف أتيحت ربنا رتب وانزلت قبل كده يعني شفت ونظرت حالات في مستشفات في اسكندرية في الأنباتاكلة في اسكندرية ولقيت قد إيه الاحتياج لهذا التخصص وبرضو عندي يعني مرضى مصريين هناك في المركز فكلهم يسألوني قريبي عندهم المشكلة دي أعمل لهم إيه مش لقين حد يرحولوا فكل ده طبعا خلاني نفكر أن احنا نقدم خدمة طبية متميزة ونقدمها هنا في مصر المركز سان جوزيف الطبي طبعا زي ما بقول حدك فكرة الفكرة ابتدت من ست سنين تقريبا طبعا الفكرة ظهرت للنور من ست شهور بسدقت ألف ومضوع الله يبارك فيك طبعا الروتين والتراخيص والكلام الروتين المصري ده يرمع لنا فنشكر ربنا أنها قريدي ظهرت للنور مركز سان جوزيف الطبي هو مركز متخصص وحبيت بقى أضيف لعلاج الألام وتدخلات العمود الفقري حبيت أضيف جراحة العزام فهو مركز تخصصي في جراحة العزام وعلاج الألام وأمراض العمود الفقري تمام فالمركز بيشمل استشاريين وأخصائيين في جراحات العزام في التخصصات المختلفة إذا كان مفاصل بالنسبة للمفصل الكتف مفصل الرجبة مفصل الفغد يعني المفاصل وأمراض العمود الفقري عندنا برضو استشاري وأستاذ جراحة عمود فقري إذا الموضوع تطور وطلب جراحة عمود فقري زائد مجموعة متميزة من استشاريين علاج الألام معنا الأستاذ ماجدي سكندر معنا الأستاذ دكتور رقفة محفوظ معنا الأستاذ دكتور حسام زريف كلها أسماء كبيرة كلهم ناس ممتازة وكان الاختيار برضو في المجموعة التي تشترك في المركز وأنهم يعني الضمير طبعا المهني ده مهم جدا وأنه يكون عنده السكيلز اللي تتقدم ونقدم خدمة طبية متميزة للشعب المصري واضح كمان من التجهيزات ويمكن ده بنشوفه في التقرير اللي بتعارض في الفقرة أنه على أحدث مستوى بتقنيات حديثة جدا وبيهمني قوي في المراكز الضبية كمان فكرة النظافة يعني ده كله متوفر في المركز مركز سان جوزيف عادينا نعرف بقى الخدمات اللي ممكن يكون بيقدمها المركز مش موجودة في أي حتة تانية يعني أنا عارف أنه المراكز دي في مصر قليلة جدا في التخصص ده تحديدا إيه الخدمات اللي موجودة في المركز مش بيقدمها أي مركز تانية بالنسبة للمركز زي ما قلت حضرتك هو تخصص حبينا نعمل كل التخصصات المكملة مع بعض يعني جراحة عزام زي ما قلنا أنه فيه ارتباط كبير ما بين علاج الألام وجراحات العزام والمفاصل العمود الفقري برضو حبينا نحطهم كلهم under one roof يعني تحت سقف واحد كله يبقى موجود فيه برضو طب تأهيلي عشان يبقى للعلاج الطبيعي برضو في نفس تمام يعني أنا مش هحتاج أخرج بره لو محتاج أعمل علاج طبيعي أو محتاج تدخل جراحي تمام المركز معمول على أنه style جراحات اليوم الواحد يعني العيادات الطبية الغرف العمليات الإفاقة يعني جراحات اليوم الواحد بالنسبة لل styles الموجودة أنه فيه واحد في عيادته محتاج أنه ياخده يعمل جراحة بياخده يحجز له مكان في مستشفى إنما كل بالنسبة للمركز كله موجود في مكان واحد فمحتاجين نعمل تدخل بنقدر نعمله في نفس اليوم لو الظروف تسمح والظروف الصحية والمريض تسمح أنها تتعمل في نفس اليوم ما فيش يعني for convenience والعيان إن هو يبقى كل حاجته موجودة في مكان واحد ده كويس فكل الجراحات وكل التدخلات اللي تعمل في يوم واحد بحيث أن المريض التتعمل يرتاح ساعتين ثلاثة ممكن يوم كامل إنما يروح بيته في نفس اليوم ده معناه إنه علاج الألم مش بيحتاج أنه نعود بقى في السرير فترة طويلة أو أخذ أنواع من العلاجات تخليني مش قادر أمارس أنشطي اليومية بشكل طبيعي لا هو زي ما بقول لحضرتك أنا في أمريكا الناس بتيجي تعمل التدخل في اللونش تايم اللي هو ما بين 12 لواحدة ويرجع شغله تاني في نفس اليوم هنا يعني بنصح بيوم أو يومين بس ساعت بتبقى فيه مكان الحقن مكان التدخل نفسه فيه ألم بسيط بننصح بأدوية لمدة يومين ثلاثة كده عشان أول يومين ثلاثة بفيه ممكن شوية ألم المشاهدة اللي بيشوفنا دلوقتي يقول يعني أنا لما حس بإيه أروح لاستشاري علاج الألم يعني علاج الألم زي ما بقول لحضرتك هو يعني لو أقول عليه أمبريلا يعني شمسية كده فوق مجموعة التخصصات فعلاج الألم أنا مثلا أو حد عنده صداع وصداع مزمن بيبتدي أول علاجه مع أمراض عصبية التخصص أمراض العصبية يشوف بيشتبعا بيرول أوت أو بيشوف إذا كان فيه ما فيش مشاكل إما رأي رانين مغناطيسي على المخ ما فيش مشاكل في المخ خلاص كده وابتدى علاج دوائي والعلاج الدوائي خلاص بقاله فترة والعلاج مزمن ده واحد عنده صداع مزمن ده تخصص علاج الألم فيه تدخلات جراحية يعني دقيقة مش عايزة أقول جراحية عشان لما أقول جراحية نازم تفتكر أنها حاجة كبيرة يعني تدخلات دقيقة عن طريق الحق نتردد الحراري أو ما شابه دي طبعا بتختلف من المريض لمريض ولذلك مناظرة المريض حاجة مهمة جدا ده بالنسبة لل يعني أنا مبتدي بالصداع عشان أبتدي من فوق لتحت بالنسبة لأمراض ألام العمود الفقري فيه ألام في الرقبة ألام في منتصف الظهر ألام في أسفل الظهر بالنسبة لألام المفاصل ألام الكتف وتبقى ألام مبرحة جدا المريض يجي يقول ما بقدرش أنام على الجنب ده وبيقومني منهم حاجات يعني مؤلمة جدا ألام الفغد لو الأمور يعني متطورة وممكن الناس اللي عندها تآكل وخشونة في مفصل الفغد يعني محتاج عملية والمريض خايف من عملية برضو ده علاج الألم يلجأ لعلاج الألم تمام برضو خشونة الرقبة أنا زي ما بقول حالك نازم فوق لتحت يعني طبعا إحنا نسينا ألام البطن فيه ألام مزمنة للبطن فيه الألام الحادة دي بيروح لدكتور بطنة بيشوف إيه المشكلة ساكت محتاجة جراحة الألام الحادة بقى بنتكلم مثلا زايدة مرارة حاجة زي كده دي تدخل جراحة إنما فيه ألام حادة لناس اللي عندها كرونز ديزيز لناس اللي عندها مشاكل في الألام في الحوض وخاصة السيدات دي برضو مشكلة وزي ما بقول حضرتك برضو ألام خشونة الرقبة فكل ما نقول ألام يعني يبقى فيه أنا ألجأ لتخصص علاج الألام يعني أنا لما أحس بألم في منطقة معينة من الجسم الأفضل إن أنا ألجأ لاستشاري علاج الألام في الأول وهو ممكن يوجهني بعد كده للتخصص المطلوب أو يفهمني أو يعرفني إنه ده محتاج تدخل جراحي ولا لأ وأعتقد إن ده كله متوفر في المركز تمام بس هو في حتة يعني لما أنا وقفت عند حتة ألام البطن بيبتدي بالدكتور بتاعه اللي هو الدكتور للطبيب الأسرة لو شاف إن ده ألام حادة ومحتاجة تدخل جراحي مش علاج ألم إنما لو الألم تعدى فترة معينة ومش ألم حاد يبقى يروح لعلاج الألم ده بقى الفرق ما بين الألام الحادة والألام المزمنة تمام طيب يمكن برضو إحنا بنتكلم على علاج الألم وبما إنه تخصص جديد عايزين نعرف إيه الأعراض اللي ممكن تخليني يقلجأ لاستشاري علاج الألم واحد من الأعراض زي ما قلنا اللي هو الصداع أعراض تانية اللي هو زي ألام عرق الناسة الألام اللي في الظهر ونزل على الرجلين الألام وأنا طالع على السلم نازل عاملنا على السلم ألام في رجبيتي مش قادر أطلع مش قادر أقوم من على الكرسي ألام في المفصل الفاخد مش قادر أقوم من مكاني مش قادر أتحرك جاي طالع من العربية داخل العربية مش قادر أمانج فدي حاجات كلها تحتاج أن أنا أستشير طبيب ولو الطبيب الخاص بتاعي اللي هو طبيب الأسرة يعني ما عندوش حل أوعط دوة لفترة قليلة وما فيش استجابة يبقى ألجأ استشاري علاج الألم في ناس ممكن تفهم من كلامنا أنه هل علاج الألم ده مثلا بديل المسكنات أنا بستأذن بس حضرك هنجاوب على السؤال ده بعد فاصل بستأذنكم هنخرج لفاصل وننجع مرة تانية أنا دكتور جوزيف إبراهيم استشاري علاج الألم وأمراض العمود الفقري وتداخلات الدقيقة للعمود الفقري في نيوجيرسي أمريكا احنا هنا افتتحنا مركز سان جوزيف الطبي كان قصدنا أن احنا نعمل مركز طبي متكامل يشمل جراحات العظام وعلاج الألم وأمراض العمود الفقري وإحنا عارفين أن ده أمراض كتيرة بيعاني منها الشعب المصري وبالنسبة للعمود الفقري وبالنسبة للمفاصل وبالأخص الركب والأمراض الكتف وألام الكتف المركز هنا بيقدم باقة متميزة من الأسدسة والأطباء لعلاج الألام وأمراض وجراحات العظام بالنسبة لعلاج الألام علاج الألام بيشمل أي نوع من الألام وبالأخص مثلا ألام النتيجة عن الصداع لأن فيه أجزاء كتيرة من الصداع وألام كتيرة من الصداع بتنتج عن خشونة فيه فقرات العنقية ألام العمود الفقري ألام المفاصل فيه طبعا التدخلات اللي بيشملها المركز معظمها تدخلات اليوم الواحد وإحنا صممنا المركز على أنه يبقى جراحات اليوم الواحد بحيث أن المريض يدخل والجراحات تتم في اليوم الواحد المريض بيلاقي رعاية طبية متكملة من تمريد متميز استقبال متميز رعاية متميزة ما قبل وما بعد التدخل الجراحي بالنسبة لجراحات العظام فيه عندنا الجراحات المنظير لعلاج التهتك الأوطار بالنسبة لخشونة الربا والغدروف الهلالي وتهتك الأربطة كل الحاجات دي بتتم هنا في المركز بحيث أن المريض ياخد الرعاية المتميزة رعاية متكملة تشمل جراحة عظام علاج الألام والتأهيل ما بعد الجراحات حبينا أن احنا نقدم الخبرة في أمريكا ونوصلها هنا للشعب المصري ونوفر عليه الصفر والتعب ونقدم خدمة طبية متميزة طليق بالشعب المصري نشكركم على وجودكم معنا المركز بيضم نخبة من أكبر ديكاترة لجراحة العظام علاج الألام والعلاج الطبيعي في مصر والمركز بيقدم خدمة على أعلى مستوى فكرة المركز قايمة أن المريض دي يدخل مكان حيلاقي كل تخصوات له محتاجة خاصة علاج الألم والمركز بيضم غرفتين عمليات وغرف إقامة على أكبر مستوى المركز كمان بيستضيف نخبة من الخبرة الأجانب من كل أماكن أمريكا وكندا وانجلترا وأماكن كتيرة جدا بيجوا يشعرفونها وبيقدموا الناس كتيرة جدا المركز هنا بيشتغل طول أيام الأسبوع مع ديوم الجمعة بنقدر نتشرف باستقبال مكالماتكم طول الوقت والمركز في كريتو قايمة أننا نقدم الخبرة الأمريكية على الأرض المصرية أنا الدكتور رامي نشأة أخصائي العلاج الطبيعي في مركز سانجوزيف الطبي نحن هنا في قسم العلاج الطبيعي بنستخدم أحدث الأجهزة والوسائل في العلاج الطبيعي الهدف الأصول للمريض الأقصى درجة من التحسن بعد أي إجراء في سواء حقنا فقرات أو عمليات جراحية الأجهزة اللي عندنا من أحدث الأجهزة الموجودة في مجال العلاج الطبيعي وبنعتمد أنها كلها تكون أجهزة أمريكية الهدف منها أصول لأقصى درجة تحسن مركز سانجوزيف الطبي مصر الجديدة بيتعامل مع كل إصابات وأمراض الجهاز الحركي شاملة طبعاً العزام والأنسجة المحيطة لأعصاب والأوطار والعضلات اللي حوالين العزام بنتكلم برضو عن أمراض العزام لأن العزام مش كلها جراحات في كده أمراض كتيرة ومنها أهمها وأشهرها طبعاً خشونة المفاصل وبالذات خشونة الرجبة ونحن بنعمل حقنا لتخفيف الألام لنتجة عن خشونة المفاصل عموماً وأشهرها الرجبة حسب البرتوكول المتبع في معهد نيوجيرسي في الولايات الوكتحية بنغطي طبعاً كافة إصابات الملاعب بأي إصابات بتحصل في الجهاز الحركي بنادر نتعامل معها هنا والمركز مجهز لاستقبال الحالات طول فترة يعني لـ 24 ساعة ممكن نستهبل حالات الإصابات فيها أنا أول مرة أجي النهاردة المركز وبصراحة المقابلة كانت كويسة جداً بلنا البليكيشن وانتظرنا شوية مش كتير دخلنا للدكتور والدكتور كان الحمد لله بصراحة يعني كان مش عايز أقول يعني أولاً مقابلة تاني حاجة يعني أشخص الموضوع طلب مني شوية أشعات نعمل شوية علاج طبيعي كتب طبعاً علاج لمدة لغاية لغاية ما يشوف الأشعات ويبتد يقرر العلاج بعد كده هيكون مشاهدينا برحب بحضراتكم معنا مرة تانية برحب بك يا دكتور منورنا نعم الله يخليك مرسي قبل الفاصل كنا بنسأل السؤال اللي ممكن يدور في زهن البعض يعني علاج القلم ده يعتبر بديل المسكنات؟ هو علاج القلم مش بديل المسكنات المسكنات جزء يعني بدائي لعلاج الألم يعني بنبدأ بعلاج مسكنات يعني فيه ناس كتيرة تيجي تقول أنا عندي ألم كذا 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 طب هقوله أنت محتاج تدخل بهذه الصورة وده احتياجك وفيه ناس بتخاف فيه ناس بتقول أوكي وفيه ناس تقول لا أجرب علاج الدوائي وأجرب العلاج الطبيعي الأول فالعلاج الدوائي جزء منه هو المسكنات ومع علاج الطبيعي لو العلاج الطبيعي والدوائي ما نفعوش أو ما جابوش استجابة كويسة يبقى ساعتها التدخلات الدقيقة المشكلة طبعا المسكنات هنا الناس بتاخد مسكنات بكمية كبيرة عشان إذا كانت بتخاف من التدخلات بشكل عشوائي والمسكنات دي هي سبب كبير طبعا في مشاكل المعدة ومشاكل الكلا والفشل الكلوي جزء منه كبير من المسكنات اللي هو بقى ديكلوفيناك ويعني مش عايز أسمي هدوية بس المسكنات اللي هي بتاعت المفاصل بتسبب مشاكل كتيرة في المعدة والكلا فلا ينصح بيها لفترات طويلة تكنيك العلاج نفسه هل أنا محتاج علشان أتعالج بالتخصص ده محتاج مثلا أدخل غرفة عمليات هاخد حقا يعني إيه تكنيك العلاج التكنيك العلاج طبعا بيختلف من شخص لشخص ومن حالة لحالة في حالات مثلا بتحتاج حقن الحقن ممكن يتعامل تحت الأشعة الفوق صوتية وده يتعامل في الأوفيس نفسه في غرفة الكاشف بالنسبة للتدخلات الخاصة بالعمود الفقري دي بتتعامل في غرفة العمليات لسبب واحد مش عملية هي بس لسبب مهم جدا لازم تتعامل في مكان معاقم ومكان يعني يليق آه مسايا مش عملية لا مش عملية بس هي بيدخل غرفة العمليات عشان التعقيم وعشان الـ C-ARM اللي هو جهاز الإشاعة اللي بنحقن تحتيه أو اللي بيحصل التدخل تحتيه عشان بيشايفين كل الأجزاء وشايفين بنشتغل فين وتبقى الأمور يعني سيف وأمينة للمريض لو أنا عندي ألام مش محتاجة تدخل جراحي ممكن العلاج بالطريقة دي يساعد على تخفيف الألام بنسبة كم في الماء؟ تقريباً يعني فيه الناس فيه حاجات طبعاً على حسب الحالة يعني فيه مثلاً غضروف يبقى طالع جزء بسيط فيه غضروف أكبر فيه غضروف خارج يعني الانزلاق طالع خارج الغضروف خالص كل حالة لها اختلافة طبعاً لما الحالة بتبقى بسيطة العلاج ممكن يدي نسبة النجاح مثلاً 100% وتقعد فترة طويلة لما الحالة تبقى أكبر شوية يبقى نسبة النجاح مثلاً 80% تريحه 20% ما تديش نتيجة المرجوة ولذلك مهم جداً يعني أنا باخد وقتي جداً إن أنا أقول للمريض ده العلاج ده هيعمل لك كذا توقعاتك منه كذا وحيفيدك قد كذا والمدة كذا فده مهم جداً المريض يبقى فاهم لأن لو التوقعات بتاعت المريض مش ماشية مع الأكسبيكتيش أو توقعات الطبيب المريض مش هيبقى مبسوط آه يعني ممكن المريض يكون منتظر نتاج أكتر من الواقع فيبقى مش راضي عن النتيجة اللي حتى حتى لو أخد نتيجة ممتازة برضو هو مش راضي عليها لأن كانت توقعاته أنها يعني هترايحه تماماً آه يعني لو أخد مثلاً 90% راحة وهو كان متوقع 100% العشرة في المية دي ممكن تدايقه هل العلاج بالقلم ده ممكن يؤجل فكرة التدخل يعني كده كده ممكن يحصل تدخل جراحي لكن ده ممكن يؤجل شوية الفكرة دي فكرة التدخل الجراحي هو يعني هصيغ السؤال شوية مش كده كده هيحصل التدخل الجراحي في حالات ممكن نقدر أن احنا ما نعملش يعني ما توصلش لجراحة وما توصلش لجراحة وفي حالات ممكن زي محرك بتقولي كده بنأجل الموضوع لحين مثلاً ما يكون هو عنده فرصة في شغل هو له ياخد أجازة مثلاً طويلة هو ده اللي قصوده تحديداً لحين مثلاً ما يكون معاه الإمكانيات اللي هي تساعده أنه هو يعمل العملية أو أنه يعود في بيته ثلاث شهور أربع وستة شهور بعد العملية يقدر عنده مصاريف تكفي هذا الوقت فده إحنا بنأجلها يعني حاجات ممكن تتأجل وفي حاجات ممكن تتعالج بالنسبة مثلاً على سبيل المسأل خشونة الرجبة خشونة الرجبة اللي بيقول يعني هم عايزين يخفوا تمام؟ واتقلوهم وطبعاً هنا مشكلة برضو المريض المصري وهقولها أنه بيعدي على كذا دكتور في أسبوع واحد بيتأكد يتأكد أن الكلام صح أو غلط يعني دي حاجة دي حتى يعني صين مش كويسة علامة مش كويسة أنهم مش واسقين في الدكتور فأنا دايماً أقول للمريض حتى اللي بيجيلي أقوله هنا يعني أنت لازم تتصق في واحد وتلتزم معاه عشان يعرف يتابع معاك يعني فكرة المتابعة عند المريض المصري للأسف مش متواجدة يعني ليه؟ أنا مثلاً بدي حضرتك دواء معين خمسة ميلي جرام أنا معرفش جسم حضرتك هيستجيب للخمسة ميلي جرام دكتور عليكي قليلين عليكي أنا معرفش وخاصة الأدوية فيه أدوية كتيرة من بتاع التعبات للعصاب والألام بتدروخ شوي فما نقدرش ندي جرعة كبيرة مرة واحدة فطبعاً الخمسة ميلي جرام أنا أعطيكي أقل جرعة عشان خايف تدوخي أو يحصل مضاعفات المفروض أنت مرتحتيش المفروض أنك ترجعي للطبيب تاني تقولي له أنا أخدت منك هذا الدواء الجرعة دي مريحتنيش وأنا لسه متقلم يبقى فيه تايتريشن نطلع بالجرعة شوية عشان الأمان بتاع المريض إنما اللي بيحصل عند المريض إنه بيروح مرتحش هنا بيغير الدكتور لدكتور تاني يبتدي له من أول وجديد وده بيبقى عبء مادي على المريض نفسه وعبء نفسي لأنه هو كل شوية بيغير ما وصلش الحاجة وييجي بكشكوره شتات كده في إيده والأدوية كلها شبه بعض وهو مداش فرصة للدكتور إنه يساعده فدي مشكلة ففكرة المتابعة دي يعني شوف حد تصق فيه ويعني اعمل السرش بتاعك عليه ويبحث عن الدكتور والطبيب واسأل على إنه كويس وعندما تلتزم معاه التزم معاه عشان كده إحنا يعني سعداء إنه مركز سان جوزيف يعني عنده من الخبرة الكثير في اختصيار أطباء عندهم صمعة كويسة جدا وليهم باع طويل في المجال وبالتالي يعني كونوا متطمنين وانتوا راحين تلجأوا للأطباء اللي هناك طيب التهابات الأعصاب ودي من الحاجات الشائعة عند المصريين بنعالجها أو بنحاول نحن نسكن الألم بطرق مختلفة لكن هل التخصص الخاص بعلاج الألم ممكن يساعدنا في الموضوع ده تمام طبعا التهابات الأعصاب موضوع منتشر جدا وسبب انتشاره ممكن التهابات الأعصاب يعني أسبابها كتير جدا من الأسباب المشهورة قوي اللي هو السكر مريض السكر لفترة طويلة بيبقى عنده التهابات الأعصاب في الأطراف المرضى اللي هما بياخدوا علاج كيماوي برضو الأدوية العلاج كيماوي بتأثر على العصاب بطريقة كبيرة ممكن الأعصاب بتلتهاب من مثلا غضروف ضغط على جزور الأعصاب وعمل التهاب في الأعصاب ممكن الحزام الناري ده نوع من التهابات الأعصاب فعلى حسب النوع وعلى حسب السبب بتاع التهابات الأعصاب بيكون طريقة العلاج ممكن طريقة العلاج بالأدوية وممكن طريقة العلاج بحقن جزور الأعصاب التردد الحراري للأعصاب لسه نتكلم عليهم بالتفصيل بالتفصيل لكن دي طرق مختلفة بتساعد المريض على أنه الألم تخف تمام لكن مريض التهاب الأعصاب ده أحيانا ما بعرفش يشخص يعني أنه ده التهابات في الأعصاب وأنه محتاج يروح للاستشاري علاج ألم لما حس بإيه ممكن ألجأ لاستشاري علاج الألم في الموضوع ده تحديد التهابات الأعصاب زي ما بقول لحضراتك يعني التهابات الأعصاب هو طبعا بيتابع مع طبيب بيعالج له السكر أو طبيب إذا كان بياخد علاج كيميائي لحاجة وهو بياخد العلاج بيشتكي من الشكوى دي اللي هو بيقول تنميل وحرقان في رجلية من تحته بيزيد معايا بالليل ده التهابات للسكر فهو طبيب اللي بيعالجه بيدي له أدوية بيبدأ عليها ويشوف الدنيا شكلها إيه إن تحسن تمام إن وصل بالأدوية لأعلى جرعة ولسه المريض ما تحسنش ساعتها يلجأ لاستشاري علاج الألم إزاي استشاري علاج الألم ممكن يساعد في موضوع خشونة الركبة يعني إحنا تقريبا تقريبا معظم المصريين عندهم المشكلة دي ونحستها قوي وإحنا طلعين يستلم وإحنا نزيمين على السلم يعني ويمكن كمان انتشرت مؤخرا في العمار الصغير إزاي ممكن حاجات تساعد المريض ده إنه يخفف من الألم بالنسبة لخشونة الرجبة وألام الرجبة أنا يعني زعلان جدا على إنها انتشرت في العمار الصغير آه للأسف يعني هي كانت المفروض المرحلة العمرية لها مثلا من خمسين أو ستين سنة وطالة دلوقتي بشوف ناس في العشرينات آخر العشرينات الثلاثينات عندهم مشاكل في الرجبة فدي حاجة يعني مدايقاني يعني وهي كتير هنا صراحة وخاصة أنها بتحصل يعني ممكن تحصل في السن الزغير لو فيه مثلا حدثة حد تخبط في رجبيته حدثة عربية حد وقع ممكن تيجي في سن صغير إنما هنا بتيجي بدون مشاكل يهيئ لي العادات المصرية والغذائية تحديدا والغذائية عندنا مشكلة آه بالنسبة للحمل وما فيش متابعة للفيتامينات الفيتامين دي عندنا قليل جدا يعني برضو أكيد حضرتك عارفة أن كل واحد بيروح دلوقتي يكشف فيتامين دي وكل واحد بيطلع عنده أنه قليل جدا ومحتاج تعويض آه يعني الناس بتحسدنا على الشمس اللي عندنا ولكن إحنا ما بنستفيدش بيها لأن إحنا بنخاف من الشمس ومغطين كل حاجة فما بنستفيدش من الشمس فلذلك فيتامين دي ده قليل فالناس ممكن تاخد كالسيوم ولكن فيتامين دي مهم جدا عشان نتجنب ده امتصاص الكالسيوم بالضبط وإلا لو ما فيش فيتامين دي الكالسيوم يتاخد وينزل بدون ما الجسم يستفيد به فممكن يعني بداية الكالسيوم مع فيتامين دي بدري في التلاتينات على سين نشوف يعني وما يحصلش مشاكل وخشون بالنسبة للخشونة الرجبة كان السؤال أصلا علاق خشونة الرجبة ناس كتيرة زي ما بقول الحرك بتجيلي المفروض أنها عدت على كذا دكتور وقال لها تغيير رجبة من عشر سنين تغيير رجبة من عشر سنين فمتوقع أنه هياخد حاجة دلوقتي بعد عشر سنين من أنه تقال له تغيير رجبة ويخف على طول طبعا في الحاجات دي بيجي لي ناس العظم على العظم خالص يعني هيخشونة في العظم العظم على العظم ييجي بقى مش قادر يقوم ولما يسيب نفسه وما يقومش طبعا بيتجنب المشي عشان الألم فلما يتجنب المشي عشان الألم العضلات كلها بتضعف طبعا ويحن يجي لجزء معين ومهم اللي هو إيه وظيفة العلاج الطبيعي في علاج الألم فلما العضلات بتضعف ما بيقدرش يقوم وما بيقدرش يتحرك وخاصة العضلات بتضعف الجسم بيزيد الوزن بيزيد طبعا الوزن بيزيد فعندك الوزن بيزيد اللي هو الحملة على الرجبة بيزيد العضلات بتضعف اللي هي بتصبورت وبتحرك يعني بتدعم الرجبة وبتسند الرجبة دي بتضعف فتلاقي الحملة بقى زيادة على المفصل نفسه وعلى عضم نفسه طريقة العلاج في الحالة دي طبعا خلاص هي زي ما قلنا تغيير رجبة من عشر سنين فطريقة العلاج ما فيش غير حل واحد اللي هو التردد الحراري للأعصاب المغزية للرجبة إذ داي فيه ثلاث أعصاب مغزين يعني من يعني الأساسيين فيه أعصاب تانية طبعا بتغزي الرجبة بس دولة الثلاثة الأساسيين اللي بيغزوا الرجبة ونقدر نوصل لهم دولة موجودين اتنين فوق المفصل الرجبة واحد تحت مفصل الرجبة بيتعامل المريض بيدخل تحت جهاز الإشاعة بنشوف الرجبة وبنشوف الأماكن الأعصاب ويتعمله تردد حراري ده إبرة بتدخل فوق العصب وطرف الإبرة بس بيتسخن أو ممكن بتتعمل عن طريق التبريد وبيتسخن لفترة معينة لدرجة حرارة مثلا ثمانين درجة مقاوية ولمدة دي أو نص وبيحصل كي كي الجزء من العصب ده بيبقى الجزء اللي لمساء الإبرة بس والجزء ده بينمو فطبعا بيساعد لفترة طويلة أسأل سؤال علاج الألم بيبقى فيه درجة ألم يعني هل ممكن العلاج نفسه يكون فيه ألم معين أو بيوجع أو المريض يحس به هو المعظم تدخلات علاج الألم ممكن تتعمل تحت المخدر الموضعي فممكن المريض يشعر بس بالشكل الأولي اللي هي تحط المخدر الموضعي زي ما بيروح لدكتور الأسنان بيحط له إبرة المخدر الموضعي عبل ما يشتغل بس ده الألم الناس اللي هي بعض الأحيان بيبقى فيه ناس ألوءة جدا وعندهم فوبيا أصلا ألوء جدا فممكن ده ياخد سيديشن سيديشن ده حاجة يعني أدوية بتتحقن في الوريد تداروخ العين شوية تخليه بس جس ريلاكست أنه ممكن يبقى صحي معنا ويتفاعل معنا هاي طيب المفاصل بقى ومشاكل المفاصل بشكل عام في الجسم إحنا ممكن نتدخل من خلال علاج الألم والتقنيات الحديثة دي ننخصف من ألمها تمام إزاي؟ بالنسبة للمفاصل فيه طبعا المفاصل الكتيرة اللي فيها مشاكل الكتف والرقبة وبعدين الفخت يعني بالترتيب رقبة كتف فخت الرقبة زي ما تكلمنا عليها وقلنا التردد الحراري وطبعا ممكن قبل مرحلة أنها هي بالنسبة للرقبة يعني عشان أكملها قبل مرحلة أن تبقى العظمة على العظمة فيه ممكن الحقن بالمادة اللي هي هايليرونيك أسد أو الناس تسمع عنها اللي هي جيلاتين ممكن الحقن بالبلازمة اللي هي بليت ليتريتش بلازمة دي الصفايح الدموية المركزة دي الحقن في الرقبة بس لازم يكون فيه جزء من الكارتلج وما تكونش مرحلة متطورة عشان دي بتبني الغضروف مرة تانية كمان كنت قلتلي في منقشة يمكن أنه في بعض الحالات اللي هي بتعمل تغيير للرقبة في بعض العمليات ممكن ما بتنجحش بنسبة 100% فساعتها برضو علاج الألم بيتدخل في الموضوع ده أنه يخفف من ألم المريض تمام يعني أشكرك أني فكرتيني برضو فيه ناس طبعا بتعمل عملية تغيير الرقبة وعملية تغيير الرقبة دايما نقول 50% على الجراح و50% على المريض الجراح بيعمل أقصى ما عنده ده 50% طلع من العمليات ده 50% المريض لازم يعمل علاج طبيعي أدريسيف ولازم يضغط على نفسه في وقت يعني طبعا هو هيبقى متألم هو بيحرك رقبته لأنه ما لازم يضغط على نفسه لأن لو استسلم للألم ومحركش الرقبة ممكن يحصل تلايفات حوالين مفصل الرقبة الجديد والرقبة ما تتناش أو ما تتفردش كويس وساعتها الألم تبقى موجودة ويمكن زيادة في هذه الحالة طبعا موضوع الحق نداخل الرقبة ما بينفعش لأنه ده مفصل صناعي إنما ينفع التردد الحراري للأعصاب المغزية للرقبة وده برضو تخصص علاج الألم لدور في الموضوع الكتف بقى لما مثلا ممكن حد يتعرض لحدثة أو بينام بطريقة غلط أو كده ده ممكن برضو نتدخل بعلاج الألم تمام بالنسبة للكتف مشاكل الكتف الكتيرة فيه ممكن اللي هي الخشونة وده بتبقى مرحلة مش قامن قوي يعني مش شائعة جدا ليه لأن الكتف ما عليهوش تحميل زي الرقبة إنما ممكن الأوطار والعضلات اللي هي مغزية أو بتحرك الكتف دي ممكن يحصل فيها تهتك ممكن يحصل فيها التهابات ساعتها التخصص علاج الألم لدور والعلاج الطبيعي لدور مميز ومهم جدا عن طريق الحقن المواد مضادة للتهابات أو عن طريق حقن البلازمة لو مثلا قطع جزئي ممكن حقن البلازمة تعمل يعني إعادة تجديد يعني معلش أنا عشان العربي الألفاز إعادة تجديد للوتر نفسه أو للعضل أعتقد أنه من خلال فقرتنا النهاردة بقدر كبير قدرنا أننا نوضح للناس أهمية التخصص ده ووضح فعلا أنه مهم لأنه مش بس بيحول دون التدخل الجراحي لكن كمان في بعض الحالات اللي بيكون فيها تدخل جراحي وما نكحدش بنسبة كبيرة ده بيخفف كتير على المريض يعني بيدي أمل للمريض أنه حتى لو العملية ما نكحدش بنسبة كبيرة لكن هيكون فيه تخفيف للألم فأتمنى أنه المشاهدين يكون عندهم بقى من استقافها والوعي أنهم يلجأوا لاستشاري علاج الألم لأنه حقيقة هيخفف كتير قوي من الألم لأعراض كتير ممكن نكون مش فاهمين ده تخصصها إيه فلجوءنا لحضرتك أو لاستشاري علاج الألم ده هيكون مفيد جدا تمام يعني برضو أضيف عليها أنا بعتبر أن علاج الألم استشاري علاج الألم هو زي طبيب الأسرة الخاص بالألم وساعتها هو يشوف إذا كان حاجة تتعالج عن طريق علاج الألم يعالجها إذا كانت حاجة محتاجة جراحات يوجهها للتخصص المطلوب حقيقي بشكرك جزيلا وبشكر وجود حالك معنا النهاردة وبشكرك في المقام الأول أنك فكرت مرة تانية في بلدك وأنه يكون فيه مركز محترم متخصص لعلاج الألم وفيه تخصصات تانية عشان يغدم المصريين بشكرك جزيلا يا دكتور شرفتنا ونورتنا دكتور جوزيف إبراهيم استشاري علاج الألم والتدخلات الدقيقة لألم العمود الفقري والمفاصل بنيوجيرسي نورتنافن شكرا جزيلا اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى